مساء الخير وأهلا بكم من جديد بعد غياب فترة قصيرة عن تصدر الترند يبدو أن المطربة شيرين عبدالوهاب هترجع لتصدره وبقوة ليه بقول كده؟ بقول كده بسبب آخر تويتر كتبتها المطربة شيرين عبدالوهاب على حسابها رسمي على تويتر النهاردة واللي نعيد فيها وفاق جدة طلقها حسام خبيب والمثير للدهشة أن شيرين كتبت الناعي ده لتعب لما حسام يعلن عن وفاة جدته ونعتها ووصفتها بجدتي تفاصيل اللي حصل أن شيرين رغم انفصالهم نعت جدة طلقها المطرب حسام حبيب على حسابها على تويتر كتبت شيرين إن لله وإن إليه رجعون ببالغ الفزن نناعي وفاة مرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية جدة حسام حبيب طبعا توالد تعليقات متابعية لجدة طلقها ووصفوها بأصيلة لقيامها برثاء جدة طلقها وحفظها على العلاقات الطيبة مع أسرته حتى بعد الانفصال إلى جانب إعلانها وفاة جدة طلقها قبل ما يقول حتى حسام حبيب على حساباته رسمية على السوشال ميديا لإعلان وفاة جدته ووصف شيرين جدة طلقها أو وصف شيرين جدة طلقها بجدتي وده دفع بعض المتابعين لتوجيه الدعوات لها للرجوع لحسام حبيب وإمكانية استكمال حياتهم مع بعض دي كانت الكلمات اللي كتبتها شيرين واللي خلقت بها حالة بالجدل لدى جمهورها ومتابعيها على تويتر وعلى سوشال ميديا البعض بدأ يقول لها برافو عليكي وأصيلة لأنها بتني أحد أفراد أسرت طلقها والبعض بدأوا ياخدوا الموضوع لمنطقة تانية خالص ويطرحوا أسئلة هل دي هتبقى بداية سكة الرجوع بين شيرين وحسام حبيب؟ ولكن محدش يعرف لو تبعت التويتا هتلاقي تفاعل كبير من الجمهور معاها البعض مندهش البعض الآخر بيشيد وكتير قوي بيدعو لهم أنهم يرجعوا مع بعض من تاني يعني بالتأكيد دي مجرد تويتا بتنعي فيها وواجب عزاو لكن محدش عارف بكرة ممكن يحصل إيه أو شايل إيه أو حتى بخبيه خليني أفكر خدرككم بالجدل اللي حصل مؤخرا وكان متعلق باسم شيرين وحسام حبيب وكان بسبب أن شيرين أعلنت انفصالها عن حسام حبيب وبعدها ظهرت خلال إحدى حفلتها وهي حلقة شعرها وبدأت تتكلم عن البداية الجديدة دي كانت كل التفاصيل الخاصة بآخر أخبار الفنانة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وبالتأكيد نتابع معاكم كل المستجدات استنونا في تغطيات جديدة مستمرة على تليفزيونيوم السابع شكرا لكم كنت معكم شرق أجدي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة